كأن العراق في قمة الديمقراطية والعدالة والنزاهة قبل حكومة الكاظمي حتى يتخذها الإطار التنسيقي شماعة يلقي عليها الفشل والفساد الذي انتهجته العملية السياسية منذ عام 2003 حملة لها أبعاد تصفية حسابات وتنصل من الفساد شراءها الإطار ضد مصطفى الكاظمي على المستوى الإعلامي والسياسي وبلغ الأمر ذروته بتقديم نواب الإطار طلبات رسمية للإدعاء العام بمنع الكاظمي من السفر والتحقيق بقضايا فساد ارتكبت في فترة حكومته التي أصبحت محطة لإلقاء اللوم عليها مع كل فشل إداري ترتكبه حكومة السوداني وبالتالي التنصل من المسؤولية عن هذا الفشل هذه الحملة بغض النظر عن فساد حكومة الكاظمي لها عدة أهداف أهمها تصفية الحسابات مع الكاظمي وإزالة داعميه من الساحة نهائيا والانتقام منه بسبب الصراع الذي كان طرفا فيه أثناء توتر العلاقات بين الإطار والتيار الصدري حيث هدد عدد من زعماء الميليشيات الكاظمي في ذلك الوقت بسجنه ومعاقبته قبل محاولة اغتياله بطائرات مسيرة استهداف الكاظمي كذلك يراد من خلاله انفراد الإطار التنسيقي بالسلطة المطلقة والاستحواذ على جميع مفاصل الدولة وبذلك يوجه الإطار ضربة استباقية للتيار الصدري المقرب إلى الكاظمي إلى حد ما هذا الحراك الإطاري لا يمكن أن يخدع الشعب العراقي الذي يدرك أن الكاظمي كان رئيسا لجهاز المخابرات وتولى كذلك مناصب حساسة وشريكا أساسيا للإطار التنسيقي في العملية السياسية وبالتالي هو جزء من سلسلة فساد ممتدة إلى عشرين عاما وكان نور المالك أحد أكبر المهندسين لهذه العملية الفاسدة الشعب العراقي ولسيما متظاهر ثورة تشرين وصلوا إلى قناعة مفادها أن أي عمل حكومي ولو كان ظاهره الإصلاح لا يخرج عن لعبة صراع المصالح وخدمة الأجندة الخارجية